فرضت السلطات بمدينة تشانجشتون في مقاطعة جيلين الصينية إغلاقا تاما لوقف تفشي فيروس كورونا الذي بلغت الإصابات به أعلى عدد منذ عامين وأمرت سلطات المدينة التي تعد مركزا صناعيا مهما السكان بالعمل عن بعد وسمحت لشخص واحد بمغادرة المنزل كل يومين لشراء الأساسيات اليومية فيما أكدت أنها ستجري فحوص كوفيد واسعة النطاق